هلو السلام عليكم عليكم السلام سالم اي نعم سالم معاك شرّة شلون؟ ونفصل عن العالم الحقيقي ودخل على العالم الإلكتروني السلام عليكم مساء الخير اليوم عندنا يا جماعة الخير قصة جديدة ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسوا تضغط على لايك وتشترك في القناة فقلنا شوية جماعة الخير ونوصل مليون واشترك شكرا لكم على الكلام الإيجابي اللي قاعد أشوفه في المقاطع اللي فاتح الله العظيم شكرا لكم وما نبغى نطول ويلا خلنا بدأ قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع على شخص اسمه سالم سالم هذا يعيش فيه أسرة متوسطة الدخل ما هي متوسطة الدخل قريبة للفقر حرفيا الموم سالم كان يدرس في مدرسة ابتدائية مثل ما انتم عارفين في جميع أحياء العالم المدارس تكون مخصصة لأهل الحي فتحصل كل حي له ثلاث أربع مدارس يعني مستحيل تحصل شخص يجي يدرس من مدرسة ثانية أو من منطقة ثانية في مدرسة مخصصة لحي ثاني والحي اللي كان وساكنين فيه سالم كان حي شوي شعبي وقديم سالم ذلك الأيام كان يدرس في صف الرابع ابتدائي ويدرس يا جماعة الخير في صف الرابع ابتدائي كان عنده خوي واحد مميز مرة عنده اسمه يا جماعة الخير خلق خلف في نفس عمر سالم وكلهم في صف واحد سالم يا جماعة الخير في دراسته كان سيء مرة وعائلته كانت متدنية الدخل بشكل كبير كان ما يشتغل في البيت إلا أبو سالم بس ولكن أبوه كان يراوز الحياة ويمشي الحياة ينتظر الفرج من ربي طبعا الولد الصغير مستحيل أن أبوه يشكيل عن حالته المادية فتحصله ممكن ييجي يطلب من أبوه طلبات تكون صعبة على أبوه وأبوه يحاول يوفرها بيشدها أنواع الطرق سالم في يوم من الأيام جمعنا خير داخل الفصل هو قاعد يدرس طق الباب المرشد والطلابي دخل ويعدل أسماء كان واحد من الأسماء هذه اللي هو سالم سالم تعال نحتاجك سالم طبعا طلعه خايف ينظر في خلف شه السالف أو شه الموضوع طلع من الفصل وتوجه على طول على غرفة المرشد وكان يشوف المرشد قاعد يمر الفصل يجمع بعض الطلاب قلبهم دخل المرشد للفصل أو للمكتب الخاص فيه وكان ينادي المرشد من بره فهد خالد محمد سعد محمود يقاعد يدخلهم واحد وراء الثاني فيه اللي يدخل يجمع الخير فرحان وفيه اللي يطلع وهو زعلان المهم سالم قاعد ينتظر دوره لين جاء دوره ودخل على المرشد الطلابي قول ما دخل على مرشد الطلابي مرشد على طول قال له سالم اجلس كيف حالك يا سالم اخبارك طيب سالم حنا لاحظنا ان درجاتك الدراسية مره نازلة مره 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 نازلة وش صاير وش حاصل علمنا في عندك مشاكل او لا سالم مستحيل ان يدري بالمشاكل اللي قاعد يمر فيها ابوه او في ضعف المالي اللي قاعد يمر فيها ابوه المرشد قاعد يسولف معاه وياخذ ويعطي معاه قال له ليه انت مقصر في دراستك هل انت ما تدرس هل انت ما تذاكر في البيت هل في عمل تشتغله في شي علمني قال له سالم لا يستاذ ما في شي يسوي قال كيف حالتكم المادية في البيت اول ما سمع سالم الكلمة هذي سكت شوي وقاعد يتماعم في الكلمة ذي زين وش يقصد المرشد في الكلمة هذي وصدق انا ما قد شفت الحالة المادية عندي في البيت هنا سالم انها موضوعة مع المرشد طلابي ورجع الفصلة ولكن كان وجه متغير وحتى خلف كان ملاحظ هذا الشي انتظر لين انت اليوم الدراسي حق المدرسة وراح كذا البيت وقاعد يناظر البيت ويناظر غرفهم ويناظر المكان اللي هم عايشين فيه ولاحظ حرفيا ان بيتهم وحياتهم المادية مرة سيئة وكلمة المرشد هذي حرفيا حركت في سالم اشياء كثيرة سالم اول شي قال في راسه لازم اشد حيلي في دراستي عشان اقدر اتوظف واجيب فلوس بعدين وصير اقدر اساعد اهلي داخل البيت هذا هدف اي طفل في العالم واي رجل موجود حول العالم هدفه انه يشتغل وظيفه زينه ويجي راتب ممتاز عشان يقدر يساعد اهله ويعيش حياة كريمة المهم راح الولد للمدرسة ويحاول يشد حيله يشد حيله يشد حيله ما قدر مرت السنة الاولى والسنة الثانية وسالم كان يحاول يشد حيله يا جماعة الخير مع خلق ولكن ما ارتفعت درجاتها بشكل ملحوظ يعني ارتفعت بشكل بسير جت مرحلة المتوسطة طبعا مرحلة المتوسطة تكون مرحلة مختلفة على الابتدائي والثانوي في المرحلة اللي دائما تكون فيها الفتوى عالية ويكون فيها الشخص لازم يثبت رجولته ولازم يكون قوي وما حد يهزمك نهائيا المهم تخرج من سادس ابتدائي سالم وراح جماعة الخير يدرس في المتوسطة اللي تبعد عن بيتهم ما يقارب 15 دقيقة ماشي طبعا المتوسطة يا جماعة الخير هذه دامجة بين احيان مختلفة دامجة بين الناس اللي حالتهم مادية عالية ولحالتهم موسط ولحالتهم فقيرة يعني دامجة جميل حالات المجتمع طبعا خلف ما انتقل المتوسطة هذه مع سالم اعلمكم موضوع خلف بعدين المهم حطوه في الفصل حقه وعرف من مدرسينه بعد ثالث يوم من دراسته صارت مشكلة بينه وبين شخص ثاني معاه في الفصل والمشكلة كانت ليه ينظر فيني وسالم يقول انا ما نظرت فيه يعني المشكلة تافها لابعد درجة المهم الشخص الثاني هذا توعد سالم ان يطق معاه في الطلعة اول ما خلص اليوم الدراسة يجمعت خير عند الباب الشخص هذا قاعد ينتظر سالم اول ما شافه ضرب سالم هو اثنين معاه حرفيا سالم ما يدريش يسوي ثالث يوم دراسي وهذا جاي ومعه ثلاثة طقوه ومشهو ولكن سالم في قلبه انتقام يبغي ينتقم ويبغي ينتقم من هذا الشخص ولكن ما في احد يفزع له وشاف الرجال اللي ضده معاه اثنين فاز غير له سكت سالم وخلى الموضوع في قلبه ورجع لبيته والموضوع يأكل ويشرب معاه على الطق اللي جاه في المدرسة قدام الطلاب في الساحة ياليوم الثاني سالم وراح للمدرسة اول ما راح للمدرسة حصل بعض الناس مو كلهم بعض الناس يتكلمون على سالم يعني مر عليه واحد كذا ينظر فيه اوه انتني انطقيت هم سعد المدرسة والله انك انطقيت طق غير طبيعي الموضوع كذا ياخذ زخم اكبر داخل المدرسة والحركات هذه تهيج الطالب بشكل كبير وهي حركة حرفية مو كويسة وش قال سالم فعقله يقول انا توني بادي تا ادرس يعني وليه يقعدين يسوون كذا فيني والمهم سالم على ايام تعرف على شخص معاه في الفصل والشخص هذا اسمه الطلال طلال هذا يبعد بيته عن بيت سالم ما يقارب ثمان دقايق مشي ولكن ما قد تقابله نهائيا هذا في جهة وهذا في جهة ثانية وكان يفصل بينهم شارع والمهم سالم كان يروح للطلال وطلال يروح للسالم ويلعبون مع بعض وعايشين مع بعض يذكرون مع بعض يعني سالم تعرف على طلال في الأولى متوسط مرت الأيام وسالم قاعد ينضغط عليه من الكلام هذا يسبرني أوه طاقق أو علان طاقق الشخص هذاك يبغى يطقه ويرتاح أصلا هدفنا كله جبنا سالفة متوسطة عشان أعلمكم من سالم تعرف على طلال من المتوسطة ألم يجب على الخير مرت السنوات وثاني متوسط وثالث متوسط في ذات متوسط سالم يبغى يرد الدين اللي سواه فيه الشخص في أولى متوسط اليوم يطاق معاه في الثلعة وشافوه كل الطلاب وقرر سالم ان يتطاق مع ذاك الشخص والذي يفزع له مين اللي هو طلال حرفيا جو يبغون يطقونه ما قدروا وطقهم وانطق سالم وطلال وجيت الحين يا جماعة خير مرحلة اولى ثانوي سالم من قابل في اولى ثانوي قابل صديقة خلف اللي كان معاه ايام الابتدائية صالة والله خلف كيف الحال يا مرحبا انت سالم هنا ايه والله اني بدرس في الثانوية ومدري ايش اهلين وسهلين الممكن الواحد قاعد يرحب بالثاني قال لي شوي سالم قال ما يتخلف هذا خوي طلال تعرفت فيها يامة وسطة قال يمزح معي يقول ايه انت تركتني يعني يامة وسطة وتعرفت على واحد ثاني سالم قال للخلف يا ليتك انت معايا يامة وسطة خلف يناظر يقول منه الرجال اللي اتطقيته معه قال الواحد اتطقنه معه لانه في ثالث يوم تخيل عشان ينظرت فيه ومدري ايش قال لهم خلف قال منه بس عوروني اياه قال ما توقع انه معنا هنا بيدرس قال له اصبر ترى كل اسبوع يجبون ناس طلاب جدد اعرف نظام المدرسة دي وصدق خلف بعدها بسبوع جماعة الخير جاء الشخص هذا ناظره كذا في خلف قالوا كيف تدري قال لهم ان في ناس ينقلون مدارس ثانية ويقعدونهم اسبوع مدارس ثانية واخذون ملفاتهم ينقلون مدرسة دي المدرسة دي الكل يبغى يدرس فيها لانه حرفية المدرسة هذه تقدر تبتعث تقدر تدرس برا تقدر تطور نفسك بشكل كبير شلون ايه المدرسة هذه عليها طلب بشكل مرة كبير المهم يوم شافوه بعد اسبوع يقوم سالم يوري خلف الشخص هذا هو الشخص قال بالله هذا هو بالله طاقك قال والله انه طاقني مرتين ومدري ايش طبعا خلف يحب سالم خوية طيب موضوع عندي لاتشي لهم بعد مرور ثلاث ايام الشخص هذا جاي يعتذر من سالم انا معليش وانا اسف اني انا طاقيت معاك وانا 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 سالم هنا استغرب قال خلف وش سوى وش اللي سوى وخلى الرجال هذا يجيني بالشكل هذا راح وسأل خلف خلف وش سويت قال جاي اعتذر لك ولا لا قال لي جاي اعتذر لي قال لي بس واحد يغلط عليك قل لي اشتغرب سالم الممرة تليها في جمعة الخير كان فيه دوري مدرسة وكان مشارك فيه سالم وخلف وطلال وفيه مجموعة من الطلاب والفايزة جمعة الخير في الدوري حق المدرسة راح يطلعونهم رحلة والرحلة هذي راح تكون في استراحة لمدة خمس ايام وتكون الاستراحة هذي في وقت لاجازة SALM وخلف وطلال مستعدين للدوري ومتحمسين انهم يشاركون عشان يفزون ويروحون الاستراحة هذي وغيرون جو لعبوا في الدوري اجمعة الخير فازوا مرة الاولى المرة الثانية المرة الثالثة وفازوا وخذوا الدورة يا جمعة الخير وقرروا اليوم اللي بيطلعون فيه الاستراحة وبيقعدون فيها خمس ايام ومن هنا يا جمعة الخير بدت قصة اليوم كل هذا الموضوع اللي قلت للكمه ياه في البداية كله تمهيد عشان انت بس تدخل معي الجو خلني اكمل طلعوا الخمسة هذولي الاستراحة الان تعرفون علاقة طلال مع سالم وين كانت المتوسطة وخلف وسالم كانت في الابتدائي فيعني سالم مختفي عن خلف وخلف مختفي عن سالم لمدة ثلاث سنوات اللي هي أولا متوسط وثاني متوسط وثلاث متوسط قرروا اليوم اللي برحوم فيه الاستراحة هذي بيقعدون فيها خمسة ايام رائد الفصل رح يكون معهم اول يوم وباقي الاربع ايام ما رح يكون معهم احد انهم كبار راحوا الاستراحة ذي كلهم اليوم الاول عبوا وصووا النشاطات المعتادة اليوم الثاني هو اليوم اللي رح يقعدون كلهم مع بعض وكل واحد يقعد يسولف مع الثاني وكل واحد يتعرف على الثاني اكثر واكثر اللي موجدين هناك يا جماعة الخير سالم طلال وخلف وفيه شخصين شاركوا معهم اللي هم سعود وعبد الرحمن الخمسة هذولي قاعدين في الاستراحة هذي كان لهم سالم وش تبغونا نسوي قالوا نبغى اليوم نلعب وبكرة مسبح وبكرة نسوي نشاط المعين ونبغى نجيب اكل من بره ونصير ناكل جوه الاستراحة ونبغى نعيش حياتنا ونغير جو مدة خمسة ايام هذي قبل ما ندخل في العطلة الكبيرة ونتفرق كلنا قالوا خلاص تم كل واحد قاعد يسولف عن طموحة انت يا عبد الرحمن وش ناوي تصير وانت يا سعود وش ناوي تصير وانت يا خلف وش تبغى تصير وانت يا طلال وانت يا سالم الكل قاعد يتكلم عن طموحة الا خلف كان طموحة مختلفة شوي وهذا الشي شد سالم قال لخلف انا طموحي بيكون مختلفة شوي طموحي ما بغى اصير طبيب او ضابط او دكتور او الى اخر انا بغى اصير اشتغل في البيت ويجيني فلوس من داخل البيت قالوا وشلون قاعد يقول لها سالم وشلون يعني تبغى توصل مرحلة هذه صعب احس قال لا لا ما عليك يوم من الايام رح اكون اشتغل من داخل البيت ويجيني فلوس وانا داخل البيت الا شوي يقول لها سالم ما اتخلف الا خلف يا اخي سويت في الشخص ذاك وخليتها يجي اعتذر قال لا خلف والله بقول لك شي ممكن ما تصدق يا سالم تعرف انت الكمبيوتر والتطور اللي انه فيه الان انا بفترة هذه يا خلف اعلمت اني كيف اخترق وكيف ابدأ برنامج صغير بسيط اشتغل عليه ولكن ترى الموضوع شوي صعب يا سالم لا تحسب الموضوع سهل الموضوع يبغى لك تتعلم يبغالك تشتغل يبغالك معا تطلع من البيت تصير حياتك كلها مواقع وتتصفح وتحاول تشتغل داخل البيت والشي هذا برضو يحتاج اللابتوب كيف تقدر تجيب لك لابتوب سالم تذكر حالتهم مادية مرة سيئة ولا يقدر يوفر لابتوب له قال انا والله تعلمت كده وقعد يشرح له سالم اعجب الوضع تلام خلف قعد يدخل عقل سالم قال لا سالم يعني هي لها دخل بالدراسة والاشياء هذه قال لا لا ما لا دخل هذا شيء تتعلم اتعلم ذاتي داخل بيتكم المهم قال لا انا اخترقت حسابه الخاص فيه وعرفت كل اسراره وبعد ما عرفت هذا كله رحت قلت لا انا سالم اعتذر مني في المدرسة ولا راح اتفاهم معاك بعدين صادق بالله اللي سويته فيه كذا قال ايه يا لذاك الرجال مستحيل الان يجي يضرك بشيء ومستحيل يجي يتكلم معاك في موضوع لان خلاص انا هددت لك سالم اعجب الوضع وقرر انه يجمع عشان يشتري لابتوب ويتعلم مع خلف الاشياء اللي قاعد يسويها وقررنا يشتغل في البداية قال خلاص اطلع من المدرسة واصير اشتغل بعد المدرسة حصل محل حق مفاتيح المحل هذا اللي يسوي المفاتيح وينسخها وبرضو فيه اشياء زينة للسيارات وراح اكلم رعي المحل وقال انا ابغى اشتغل معاك باليوم وكل يوم تعطيني حقي قال خلاص تمام ما عندك مشكلة وجنب هذا المحل يا جماعة الخير يقعد في هذا المقهى ويقعد على اجهزة ويقعد يتعلم حبة حبة ولكن الاجهزة اللي في المقاهي ما تكون يعني بذك القوة تكون مخصصة للتصفح والاستخدام فيها محدود مرة صار سالم يدرس وبعد المدرسة جماعة الخير يروح يشتغل في المحل حق المفاتيح بعد المحل حق المفاتيح روح يتكي في المقهى هذا الليل الساعة 10 ليل ويرجع وينام وعلى هذه الحالة يحاول يتعلم كذا شغلة ولكن لاحظ النظام المقهى مقفل ما يقدر انه يفتح مواقع ثانية ما شرح لكم اياه بشكل بسيط بعض الصرفرات اللي تكون داخل المجمعات اللي يكون فيها اجهزة واجد يقدر صاحب الشركة يحط عليها انظمة او يحط عليها رولز او صلاحيات ما تقدر انت تدخل اماكن ثانية غير مصرحة لك ويصير هذا الشي مقفل عليك بعكس لما يكون عندك لابتوب او جهاز تقدر تسوي كل شيء ويكون الوضع مفتوح لك فهذا الشي اللي كان معقد سالم قام وعلم خلف السالفة قال انا اني اشتغل وبعد ما اشتغل اروح اقعد في هذا المقهى واقعد اتصفح في ذا الانترنت واحاول اتعلم كذا شغله ولكن فيه ادوات ابغى احملها ما اقدر احملها عشان ودي اطور في هذا الموضوع يلا خلف خلاص لا تشيلهم موضوع ان شاء الله سهل بعد ما تخلص من الدوام اتصل علي وانا راح اجيك عند المقهى هذا ولكن ما راح ادفع حق الدخول اللي هو واحد دولار ما راح ادفع بدخل انا اول واحد بصلح لك الجهاز وبعده بطلع صدقه جاء خلف اول واحد ودخل المحل والتفقع على الجهاز يا جماعة الخير رقم سبعة جهاز يكون كذا في زاوية في اخر المحل ما حد من تبه له دخل خلف يا جماعة الخير وقعد على جهاز سبعة ابو الربع ساعة كذا الا فك النظام وخلى هذا الجهاز مو تابع لهذا المكان ويقدر يستخدمه سالم باي شكل هو يبغى طلع خلف وقال له ترى الجهاز رقم سبعة مفتوح واستخدمه وزودك من الشعر بيت تقدر تقعد فيه ساعات كثيرة بدون ما يحسب عليك الوقت ولكن انتبه بعد ما تخلص انتبه هذا الشي لازم تسويه قبل ما تطفي الجهاز ابغاك تسوي رستارت للمودم اطفي المودم حق الانترنت وتشغله والطفي الجهاز برضه وتشغله قال له ليه قال فيه اشياء ما بغام يصيدونها قال له اوكي لاتشلام صدق سالم صار كل ما خلص شغله يروح لهذا الكمبيوتر ويقعد فيه ويقعد يتعلم يتعلم ولكن الكمبيوتر هذا بطيء جيت مرحلة الثالث ثانوية وهي المرحلة الاخيرة سالم جمع فلوس من الوظيفة هذه جمع لمبلغ يشتري فيه لابتوب محترم يكون عنده في البيت ويترك هذا المقهى ويترك الله يسلمكم العمل اللي هو قاعد يشتغله في يوم من الايام سالم اجمعت الخير يدخل المقهى هذا يستخدم الجهاز بدون ما يسوي الشي اللي قال له عنه خلف انه يطفي الجهاز عشان ما احد يكشفه بعدين وصاده راعي المحل في هذا الموضوع واتهم راعي المحل بالغش واستخدام طرق غير شرعية داخل المحل هنا سالم خاف انا ما ليدخل والله ما ليدخل الجهاز مفتوح ما دريش او مراقبوا الكاميرات حصلوا صدق ان سالم هو الشخص الوحيد اللي يستخدم الجهاز هذا تصوير الكاميرات ما فيه الا اخر ستين يوم وهو اقعد على هذه الرحالة ما يقارب سبع شهور عشان يشتغل ويجمع ويجيب حق اللابتوب يوم جت في اخر اللحظة انكشف طلب منه راعي المقهة قال اسمع انا بقفل على الموضوع واقفل كل شي ولكن ابغاك تعطيني جيمة الشهرين اللي فاتت وما لدعي راجع السجلات اللي قبل واشوف كم اخذ من ساعة قال لي يعني كم بيطلع عليه في الستين يوم هذي اللي راحت صار اللي بيدفع الصاحب الكافي ونص المبلغ اللي جمعه عشان يشتري لابتوب ادفعه وخارج نفسه من هذا الموضوع وعلم خلف كل شي الموم رجع سالم ذاك اليوم البيت زعلان ويقابل امه وابوه وش فيك سالم عسى ماشر ومو راضي يقول لهم اي شي الموم قالوا لي اسمعي سالم ترى بعد اسبوع حنا بنسافر هل انت بغت روح معنا او لا سالم قال لا ما بغا روح معكم روحوا وانا بقعد مع اخويي خلف قالوا لا خلاص تمام هم بيسافرون ابو اربع ايام بيرجعون كان سالم يروح عند خلف وخلف يروح عند سالم وكل يوم يتعلمون اشياء جديدة وينتظرون اهلهم يجون من السفر وسالم ينتظر اهلا يجون من السفر ولكن هنا حصلت الكاردة جاء اتصادك اليوم غريب على جوال سالم وهو قاعد مع خلف سلام عليكم سالم هلك صار لهم حادث تعال ويطلع سالم من بيت خلف وخايف مرة يروح المستشفى ويحصل امه يحصل ابوه بعد شوي بيدخلونا بيسوول لعملية شا السالفة وش صاير والله صار لنا حادث حنا جايين وابوك دخل في غيبوبة الان بيسوول لعملية الان عشان ما يصير فيه نزيل ويدخل ابوه في غيبوبة يموت مرة الايام ما في اي شي صاير الحياة هادية وراكته بيت بدون ابوه الام يدها على قلبها تدعي كل يوم ان ابوهم يقوم بصحة وسلام سالم زاد الضغط عليه ولازم يشتغل اكثر واكثر عشان يقدر يعوض الاشياء اللي كان يسويها ابوه في البيت سالم مشت فيه الايام وخلص اجمعته خير الثانوي جاء الوقت اللي دي توظف فيه خذ شهادته وراح يقدم على كل الاماكن حرفيا ما في احد قبله ولا احد قدم له يد العون ولا يدرون بحالة هذي الشخص وش قاعد يمر فيه كل ما راح امكان حصل الطريق مقفل في وجهه رجع ذاك اليوم تعبان واما في البيت يسأل امه ها بشر حصلت وضيفه والله يا امه ما حصلت ولا شي والله يقوم ابوي بالسلامة ويرجع في اسرع وقت والله يا امه اني وصلت اخر مراحل التعب ولا في نطاقة تحمل اكثر من كذا قالت لما الله يقوم ابوك بالسلامة وان شاء الله بتزين الامور لا تشيلهم ولكن انتو ش تبغى تسوي الان هل بتكمل دراسة كلها بتدور شغل قال لها والله يا امه انا حالتي الدراسية مرة سيئة انا يا امه من ايام الابتداء المتوسطة وحالتي والله العظيم اني بليالله انجح وليالله تعدى الموات الموات صعبة عليه بشكل كبير ما انا شخص ماني حق دراسة انا شخص حق شغل بس المهم سالم صار يطلع ويتمشى في الحديقة اللي عندهم في الحي حصل شخص قديم مرة اللي هو الشخص اللي يطاق معاه ايام المتوسط اللي خلف اخترق حسابه وخلاه يعتذر له غصب جابل سالم سالم من نفسه كذا راح وسلم عليه كيف حالك طيب قال الحمد لله اموري زينة وقعدوا كذا يسولفون ويتذكرون الايام القديمة الا شوي هذا الشخص ينظر في سالم كذا قال لها سالم يا اخي بسأل كيف قدرت ذا كل يوم تخترق حسابي هنا شوي سالم والعمل اللي كان يقول لها خلف سكت سالم ومشى الموضوع ورجع البيت مسرع جمع لأي مبلغ كذا بسيط وشراله لابتوب وكان اللابتوب هذا الضعيف مرة وصار يشتغل عليه ويتعلم فيه وشغله صار قوي مرة وصار يتعلم حبة حبة وانفصل عن العالم الحقيقي ودخل على العالم الاكتروني كل الناس اللي كان يتواصل معهم ذيك الايام كانوا اشخاص الاكترونيين مثل ما انتم عارفين الاشخاص الاكترونيين ممكن يكونون في اي جهة في العالم حصل كذا رابط في الوصف المجتمع لصاحب القناة وضغط على هذا الرابط ودخل المجتمع هذا والمجتمع هذا فيه انواع واشكال من الناس من جميع الدول وكان المجتمع هذا فيه ناس عندهم ارقام وترتيبات مثل اللفل حرفيا وجنبه علم الدولة يعني اسمك وجنبه علم الدولة مثلا اسامة احط علم السعودية سالم يحط علم الدولة حقته حصل اربعة ماسكين التب في المجموعات هذه الاول واحد من كوريا الشمالية والثاني شخص روسي والتي تحتاج مع تخير جزائريين وعراقيين طبعا انت اول ما تدخل يطلع لك المجتمع كم فيه من شخص كان عدد الموجودين في هذا المجتمع فوق المية الف والمجتمع هذا تقدر تدخل مجموعاتهم على حسب اللفل حقك انت لفلك واحد تدخل مع الناس اللي يلف لهم واحد انت لفلك عشرة تدخل مع الناس اللي يلف لهم عشرة انت اقوى شيء لفلك الف تدخل مع الناس اللي يلف لهم الف وفيه مهام يطلبونها منك تسويها عشان تدخل معهم في المجتمعات سالم اول ما شاف المجتمع الضخم هذا تحمس اكبر واكثر حرفيا لما يكون في مجموعة من الناس تشاركك في الحلم حقك وتشوفهم قاعدين يشتغلون قدامك حرفيا راح تصير تشتغل بشكل مرة كبير سالم قررنا يشتغل وكانوا في كل مهمة يرقون الفل كان يدخل مع ناس عراقيين وناس ليبيين وناس جزائريين وناس من كل دول العالم ولكن اللي ما دخل حد الان معهم حقين الكوريا الشمالية وروسيا لكن اليوم سالم كذا هو قاعد يسولف مع واحد شاتينج كان يكلمه ويقول له وش الرموز اللي موجودة تحتهم قال له هذاك انت قد سمعت عن شي اسمه الانينموس قال له ايه قد سمعت يعني ناس مجهولين قال فيه شي وفيه منظمات تندرج تحت الانينموس كثيرة يعني فيه قروب فيه قروب اسمه ما توقع قروب لازرس هذي حقين كوريا الشمالية وهذا الاسم كان مكتوب على اسم الشخص اللي موجود في التوب ون وقاعد يشرح له يقول له ترى المجموعة هذي مخصصة الامور المالية وقاعد يقول له شوفوا الروسي هذا مكتوب فوغا اي بي تي ثمانية وعشرين هذي مجموعة روسية يسمونهم الدب الفاخر واستهدافهم دايما يكون عسكري الجزاري تحته مكتوب تار بناك هذي مخصصة للامور المالية ولكن ترى يا سالم يعني لي ما قاعد سولف له ترى يا سالم موضوع لا تحسبه سهل الموضوع صعب مرة عشان توصل للمرحلة هذه ورح يطلبون منك مهام عشان تترقى حبة حبة وكل مهمة ومهمة تخلصها ترح يعطونك عليها فلوس وتحسب الفلوس بسيطة انت بس عشان ترقى لفل ممكن يعطونك بس مية دولار مية دولار وفوقت بسيط قاليه بس مية دولار فوقت بسيط لو ترقى عشر لفلات ممكن عايد يعطونك خمسالاف دولار عشرالاف دولار سالم اعجبت الفكرة حالي برضو قاله لا تلسى اوكي الايجابيات هذه كلها اللي قاعدة تشوفها ممكن تكون مغرية ممكن تخليك تغتني في وقت مرة كبير ولكن هم هم مسؤولين عنك نهائيا لو صار لك شيء او تعرضت لشيء ما رح يوقفون معاك ابدا وممكن يوم من الايام تكون مقتول شلون ايه نعم ترى يوم من الايام ممكن تكون مقتول ما بغى خوفك وحطمك المواقف هذه ما تيجي قريب ممكن تيجيك في المستقبل ممكن يوم من الايام تدخل في مشكلة مع شخص خطير وتوصل لنهاية انت ما تبغاها يعني حاول تفكر في الموضوع قبل ما تدخل في هذا العالم انت من لفل واحد الى لفل مية تراك انت في لفل الهوات يعني لفل المبتدئين مرة قال له تبغى الان اجيبلك 100 دولار وانت مرتاح قال له شلون في قائمة جمعة الخير عندهم هي قائمة المهام ما تفتح لك المهمة الثانية اللي لما تخلص المهمة الاولى قال له كيف قال له الحين بعطيك ملف وارسل هذا الملف للمشرف ملف هذا عبارة عن فايروس ارسل للمشرف الان راح يرقيك من لفل واحد الى لفل اثنين ورح يعطيك على هذا الشي جائزة قال له اوكي ما في مشكلة عطني ملف صدق خذ الملف وارسل للمشرف ما قعد ولا ممكن دقيقتين او ثالث دقائي قال له تجي رسالة انت رقيت من لفل واحد الى لفل تو ولكن حط في راسك انقدامك الف لفل عشان توصر للمرحلة الصعبة مرة وبعد لفل التسعمية في ناس يوقعون معهم منظمات كبيرة وممكن يدخلونهم ويشتغلون في الديبويب والداركويب طبعا هو قاعد يشرح لسالم الان يقول له طبعا اذا ادخلت للمنظمات هذه الكبيرة ممكن ثروتك توصل لارقام مرة كبيرة عايد يكون في حسابك 200 الف دولار شهريا عايد في لحظات قفل صفقة قيمتها مليون سالم الاحين قاعد يفكر كده بعقله يقول هل المبالغ هذه حقيقية؟ والشي اللي قاعد يقول له هذا الشخص صادق اني انا تعبت وانا قاعد ادور وظيفة وهذه الوظيفة اداوم من البيت نفسه ولكن شاف الجائزة اللي جتها بعد ما ارسل الملف جاه مبلغ بسيط من عمل ما اخذ منه ولا ثواني بسيطة حط في راسه قال انا لازم اتطور عشان اتعدى لفلي الهوات فاسأله كده سؤال على السريع قال له انت كم لفلك؟ قال له انا لفلي 66 قال له طيب دام لفلك 66 كم طلعت من المجتمع هذا؟ قال له انا والله ما لي فترة طويلة ولكن انا لي الان في المجتمع هذا ما يقارب اربع شهور الاربع شهور هذي قدرت اجمع 8000 دولار وشلون؟ ايه نعم قدرت اجمع 8000 دولار يعني كان راتب في الشهر 2000 دولار ولكن عن طريق المكافآت طبعا سالم اعجب في هذا الموضوع وخلاص ايقا ايقان تام من هذا الطريق اللازم يسلكه ولازم يسخر كل وقته وعقله لهذا الطريق قرر سالم انه يضيف هذا الشخص اللي معاه ويصير يتعلم منه حبة حبة طبعا هذا ما بخل عليه وقعد يعلمه قال له اول شي لازم تغير اسمك اللي هو سالم كاتب اسمك في المجتمع اللي انداخله حاط سالم لازم تشيله وتغير اسمك الى اسم ثاني والاسم هذا ما يكون مرتبط فيك نهائيا ويرمز الى صفة فيك وقال له وجود اسمك على اليوزر حقك ترى هذا خطأ كبير مرة وممكن يوم من الايام يعرضك للاختراق قرر سالم انه يغير اسمه داخل المجتمع هذا عشان ما حد يعرفه لاحظم فيه ناس دايما تستخدم ثلاث حروف وقرر انه يسمي اسمه سالم ماد م ا ا دي داخل هذا المجتمع ويش خلي يسمي اسمه ماد وليه يستوحى هذا الاسم طبعا الشخص اللي قاعد يسولف معاه اسمه كام سي ا ا ا ا ا ا هذا ماد وهذا كام فاكيد انه استوحى الاسم من الشخص اللي قدامه طبعا هذا قاعد يشرح له اشياء كثيرة وقاعد يعلمه قواعد المجتمع وقاعد يساعده حرفيا من لا شيء كان يعتقد ان ممكن سالم ما يطلع منه اي شيء داخل هذا المجتمع كان يقول له بعض التعليمات قال لارقامك السرية داخل المجتمع كل 10 أيام أو 7 أيام حاول تسوي ريستارت للباسورد أو تغير الباسورد هذا الشيء الأول الشيء الثاني يا ماد اللي هو سالم لا تعلمهم أنت من وين ترى كل الناس اللي تشوفهم في التصنيفات وحطين لعلام حقتهم ترى مو شرط أنهم يكونون من نفس المنطقة اللي حطينها يعني لما نروح للنمبر ون حط كوريا الشمالية ولكن ممكن ما يكون كوريا الشمالية والشخص الثاني يحط روسيا ممكن ما يكون في روسيا ممكن حط كوريا الشمالية أو روسيا لأن داخل المنظمة هذه يعني بكل اختصار اللي يقصده كام أن الناس هذه لو أنت من دولة ثانية ودخلت لمنظمة مثلاً ABT28 هي منظمة روسية راح تحط العلم حق روسيا ممكن أنت ما تكون روسي هنا فهم سالم اللي هو ماد وبغاكم تتعودون على اسم ماد ماد أقصد فيه سالم هنا فهم بعض الأشياء داخل هذا المجتمع قاعد يقول له تعليمات كثيرة منها أنت بأحد يعرف عمرك أو تاريخ ميلادك أو يوم ميلادك يعني سالم يوم كان يتعلم كان يتعلم بس أسلوب الاختراق ويقدر يسوي برنامج برنامجين ولكن ما قد اختبر إمكانياته بشكل كامل قال له برضو ترى بعطيك شيء مهم المجتمع هذا فيه مشكلة وأنا أرى أنها ميزة تنصف الشخص الكويس إذا عطوك مهمة لك تجربة وحدة يا تنجح يا تفشل إذا نجحت رقوك إذا فشلت نزلوك يعني ما يخلونك على نفس المستوى حاول الشيء قبل ما تسويه تختبره على أرض الواقع عندك بعدها تيجي وطبق الأعمال داخل المجتمع هذا هنا سالم بشكل كبير بدأ يفهم العنظمة ولكن ما يدري وش الأشياء اللي راح يطبقها وقاعد يعلمه وين قائمة المهام وكيف المهام تيجي وإذا عطوك مهمة ترى قدامك 48 ساعة تطبق هذه المهمة ولكن إذا رقيت لف المية ترى يتغير الموضوع المهم جت منه أول مهمة له كانت المهمة يا جماعة الخير إنه يصمم موقع فيك ويكون الموقع هذا مخصص البطاقات البنك أول ما يدخل ذاك الاسم البطاقة والرقم حق البطاقة وتاريخ الميلاد ورقم الحماية تيجي هذه المعلومات عندك يا سالم فقرر يشتغل على هذا الموقع الحالة بدأ يشتغل على هذا الموقع حبة حبة وصممه وخلص تصميمه ممكن ثمان ساعات وقرر يجرب هذا الموقع سوى هذا الموقع على الكمبيوتر حقه بعدين رفع الجوال ودخل على الرابط حق الموقع هذا ودخل اسم والبطاقة والمعلومات بعد ما سوى تست عليه وسوى إدخال ضبط معاه الموقع وهم بس يبغون الموقع ما يبغون البطاقة يعني قايني الله تولنا موقع يسحب البطاقات فقط لأنه توف اللفل البداي كان هذي ثاني طلباتهم خذ الموقع ذا وراح سجل دخوله وحط ماد وسجل باسورد حقه ودخل على المشرف نفسه وارسل له الموقع هذا برضو ثلاث دقايق الى أربع دقايق اللي يرد عليه الموظف نفسه تم ترقيتك من لفل اثنين الى لفل ثلاثة ولكن لما تشوف فيه حرفيا فوق ألف لفل وفيه فوق ناس قويين أعجب سالم هذا الموضوع طبعا بعد ما خلص المهمة هذي عطوه مبلغ المية دولار كان يجمع المبالغ هذي طبعا المبالغ هذي كان ياخذها ويقسمها بينه وبين مصروفات البيت الآن سالم هدف الأكبر انه يطمر لفلات كبيرة وراح وانتظر لين كام صار اونلاين فدخل على المجتمع هذا وانتظر كام لين يجي بعد فترة من الزمن كام صار متصل دخل عليه كام أقدر أتصل عليك فاتص على بعض أنا يا أخي لو أبغى أوصل لفل كبير أحسني راح أطول ما في شيء أسوي يختصر موضوع هذا يوصلني لأقوى لفل كان لها شف يا أمان تقدر توصل لفل قدام ولكن لازم تتحدى شخص لفله يكون عالي وإذا كان لفله عالي راح تقدر تبدل بينك وبينه في يعني كيف يعني أنا أبو لفل الاثنين أبغى تحدى أبو لفل العشرين فأكلم أبو لفل العشرين وارسله دعوة وقل له أنا أبغى تحدى بيني وبينك بصير الموقع يعطينا مهمة والمهمة هذه إذا أنا سويتها راح أخذ لفل العشرين ولو هو سواها وفاز علي راح ياخذ فلوسي اللي جمعتها قال له اسمع أنا خلني أختبرك اختبار بسيط وش رايك ندخل أنا إياك نسوي تحدي بيني وبينك ونشوف من الأفضل والتحدي هذا نخليه بعد يومين ولكن التحدي ذات راه ودي بيني وبينك ولا له دخل في المجتمع نهائيا قاعد يشرح للتحدي قال التحدي بعد يومين راح يكون كالآتي راح أعطيك شبكة وأول واحد يخترق الشبكة هذه ويعرف الجوالات المتصلة داخل الشبكة والفائز وبكذا أعرف أنك أنت شخص كويس قال له خلاص حددوا وقت التحدي هذا وطلع ما تسجل خروجه من المجتمع هذا وصار الآن اسمه سالم سالم قال في راسه لازم أسوي اختبار على هذا الشي والاختبار هذا لازم أسويه بدون الناس هذه ما تدري خذ سالم جهازه ورح للكافي اللي كان يقعد فيه أول وفيه تكيات الشاهي فيه يقدر يتصل بالواي فاي على اللابتوب حقه أخذ للمشروب حقه وتكه وحط اللابتوب وحط عداد للوقت قدامه عشان الموضوع يعتمد على السرعة دخل على الشبكة كده بشكل سريع وحاول يخترقها وقدر يخترقها ولكن تأخر شوي وهو كان حاط في راسه أنه يكسرها في ستين ثانية وقعد يتمرن 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 وحرفيا قدر يكسر الحاجز هذا الستين ثانية لأنه جمعت الخير ترى تعلم بشكل مرة كبير وممكن أنا ما قلت لكم أنه كل يوم قاعد يدرس ومخلي هذا العمل هو وظيفة الأساسية بعدين شوي يفكر كده سالم قال ممكن هذا الشخص هو اللي بيحط التحدي ويعرف كيف يكسر الواي فاي اللي هو يقصد كام لازم أناقشه ويكون التحدي بين شخص طرف ثالث عشان نشوف من الفائز جاء اليوم الموعود وقال الكلام هذا كله الكام قال لكام أصلا في المجتمع هذا فيه تحديات راندوم حقت يعني تسلية والتحدي الراندوم أنا أعرف وش هو اللي هو اخترق شبكة الواي فاي وتعرف كم عدد الأجهزة المتصلة للموم قال الله يلا نبدأ ويبدون التحدي اللي هو ماد ضد كام ماد اللي هو سالم وكام اللي ما ندري منه بدأ التحدي وبدأ الوقت يعد وحرفيا فاز ماد في هذا التحدي وكام بدأ يعجب في ماد حص اللي عنده شي قوي مرة يلا كام رمستواك ممتاز تقدر الآن تتحدى الناس الموجودة ولكن أنا بعطيك شيء إذا سويته أنا أضمن أن رك راح توصل لفل 100 بالراحة صح أنا قلت لك اخترق جهاز الواي فاي أبغاك ترسل رسالة على الأجهزة الموجودة في شبكة الواي فاي إذا قدرت تسوي هذا التحدي أنا أضمن لك لفل 100 تاخذه بالراحة وبرضو نفس الحكاية سالم مسجل خروجها من الحساب وراح يجرب يختبر هذا الموضوع داخل الكافي وأرسل رسالة داخل الكافي اللي هي MAD لجميع الأجهزة المتصلة ووصلت لهم حرفيا واستغربوا كل الناس الموجودين أخذ اللابتوب قفله وطلح وهو فرحان مرة رجع وفتح الجهاز ودخل المجتمع هذا وقال السالفة هذي الكام قال أني قدرت أصل للفل هذا قال لي تبين صيحتي اختبر لفل 100 شوف لك ناس من اللفل 100 يختبر ضدك أصلا لما يشوف لفلك 2 أو 3 رح يعتقد أنك شخص سهل وروح يوافق عشان ياخذ فلوسك قال لي كيف الطريقة قال أنا بغاك تدخل على الشات وترسل رسالة عامة تتحدى الناس اللي يلفلهم فوق المية وما رح يطول الموضوع دام لفلك بسير وتحدي لفل المية ترى داما يكون الوقت حقه 3 ساعات مو نفس اللفل البداي اللي يكون 48 ساعة أو 24 ساعة أول ما أرسل هذا الشي في هذا المنتدى إلا جاه شعار قبول شعار قبول هذا جاه من شخص غريب وقبل التحدي وحددوا الوقت الخاص بالتحدي كان تعاونا مع ماد قال لا خلني أنا بجلس معاك وأشوف التحدي هذا وإن شاء الله أني أقدر أساعدك قال لا خلاص تمام يوم جاء وقت التحدي يا جماعة الخير إلا يطلع لهم التحدي قدامهم التحدي اختراق كاميرا مراقبة مخصصة لأحد الأسواق التجارية يعطونهم الموقع نفسه والرابط حق الكاميرات يخلونهم يتصنون بنفس الكاميرات هذه ويقولون يلا اخترقوها لو خسر سالم راح يخسر فلوسة ليجمعها ما يقال ب300 دولار وبدأ التحدي وهذا يشتغل من هنا وهذا يشتغل من هنا وهذا يحاول يسكر على هذا وهذا يحاول يفتح على هذا قلمهم بعد مرور ساعة وشوي إلا سالم يا جماعة الخير يفوز في هذا التحدي وجائزة هذا التحدي 4000 دولار لأنه رقى إلى 1000% وانتشر هذا الخبر عند الناس كلها إن في شخص بلفل اثنين فاز على شخص بلفل مية وهذا الشي جذب الناس الكبار اللي موجودة فوق وشلون ابو لفل اثنين يفوز على شخص ابو لفل مية هذا أكيد إنه شخص محترف ويرقى يجمعها الخير الترتيب حق ماد إلى لفل مية واختصر وقت كثير بشكل سريع مرة وبانت تطور ماد بشكل فضيع الآن شعور سالم شعور مختلف فايز بمبلغ كبير وفي وقت صغير قدر إنه يوصل لشي بعيد وصار لفلة مية طبعا مثل ما علمتكم قبل إن الشخص إذا كان لفلة بداي يسولف مع الناس اللي يلفلهم بداي يعني اللي يلفل عشر عشرين ثلاثين يسولف لين تسعة وتسعين فوق التسعة وتسعين ما يقدر يسولف معهم ولكن اللي يواصل مية مية واثنين وفوق يقدر يسولف معلي تحت وسالم كان هدفه إنه يوصل لللفل كبير إنه هو يتعلم أكثر ويدخل مع ناس متمرسين أكثر وصارت تجي تهنيئات من داخل الإيميل وفي ناس قاعدين يباركون لا مبروك إنه كفزت على هذا الشخص وكل واحد قاعد يبارك لسالم داخل هذا المجتمع الموم سالم سجل خروجه ورجع إلى حياته الواقعية وحول هذا المبلغ بعد أربع أيام رح يوصله حول ما وصل له هذا المبلغ على طول مباشرة رح شرى لابتوب ولابتوب هذا قوي مرة أفضل من لي معاه الآن الموم في يوم الأيام جاء اتصال على سالم يرد ألوه سلام عليكم عليكم السلام معك طلال عرفتني هلأ والله طلال كيف حالك طيب يا أخي والله ودنا نجتمع ونقعد مع بعض ونسولف قال أبد ما عندك مشكلة قالوا جب معاك برضو خلف من زمان عنا وإذا عندك رقم سعود وعبد الرحمن يا أخي رسلهم خلهم يجوا معنا سعود وعبد الرحمن هذول اللي كانوا معهم داخل الإصراحة أيام زمان يمكنوا في الثانوي والآن أعمارهم على 23-24 صاروا كبار حبوا أنهم يجتمعون سوا حددوا يوم واستأجروا فيش عليه وكلموا كل أخيهم الموم يجتمعوا وجاء خلف وطلال وكل الشباب اللي هناك جاءهم سالم جمعة الخير وقعدوا كذي يسولفون أنت وش سويت وانت وين رحت وانت وين توظف الكل حرفيا توظف إلا سالم وخلف أنت وش سويته سالم يقول لهم والله أنا قاعد أشتغل في البيت ومو ريزينة إن شاء الله وخلف يقول نفس الكلام هذا بالضبط ولكن يكون في علمكم أن سالم ما قال الخلف أي شي عن المجتمع كان ساكت ومغبي عليه هذا الموضوع ولكن كانوا يسولفون كذا سوالي في عيدية كل واحد قاعد يشغل عقل اثناني بأسئلة الكمبيوتر والاختراق والأشياء هذي أنت وش تعلمت لغة برمجة أنا والله وصلت هنا وانت وين وصلت لازم تأخذ الشهادة البلانية هذي وخلف ما يدري نهائيا إن سالم داخل المجتمع هذا قلوا ما بجعل الخير وهم جلسين كذا طبعا طلال بدأ يسأل سالم وخلف يعني وش تسوون في البيت ودي أعرف يعني وش عندكم هلو أموركم زينا أموركم مبزينا ودينا تعلمونا أنتو ش تسوون داخل البيت وإذا محتاجين شي والله العظيم لساعدكم قالوا ماي الطلال اسمعي طلال حنا قاعدين نتعلم على الاختراق والأمن السبراني وقاعدين نطور أنفسنا ونبغى نوصل مرحلة كبيرة قال يعني كيف تخترقون واختراقات ونفس كذا قال أيوة يا طلال يعني بنفس السيناريو هذا قال لهم طلال طيب أنا أبغى أجربكم إذا أنتو تقولون أنكم أنتو تخترقون وأنكم كل واحد أقوم الثاني أتحداكم تخترقون جهازي هذا سالم ينظر في خلف وخلف ينظر في سالم يقول ذا من جدة صادق ذا في عقلة موضوعك سهل كله تيك 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 وامورك في السليم لا مستحيل يقول مستحيل قال خلاص راح نوريك قال لو خلف يجيب الجهاز حقه ويفتحه تيك 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 ويخترق الجهاز حقه ويجي الله يسلمكم سالم يأخذ اللابتوب وبرضو تيك 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 ويخترق اللابتوب حقه ولكن سالم قال مايد خلف أنت كيف اخترقته أيوه هنا سالم استنتج شي مهم قال أنا اتبعت الاسلوب هذا بعدين رحت هنا بعدين وصلت للنقطة هذه وحطيت كود برمجي في الخانة هذه وفتح معاي النظام حقه على طول جاء فلاش باكل سالم أن هذا الاسلوب استخدم الشخص اللي كان أبو لف المية داخل المجتمع سكت سالم قفل على الموضوع وانتهى وقت الاستراحة ذيك وقرر كل واحد يرجع لبيته قال لي ماهم يا جماعة الخير على الحين الموضوع قاعد يدور في راس سالم هل خلف هو أبو لف المية اللي أنا فزت عليه أو لا طيب وسامة كيف عرف أعلمكم يا جماعة الخير كل اختراق له اسلوب وتكنيك يستخدم المخترك عشان يخترق الشي القدامه هو عبارة عن سيناريو كامل اللي هو يرسمه عشان يقدر يوصل للضحية هذه أعطيكم مثال بسيط والمثال هذا على أرض الواقع أخيل أنتوا شخص قاعدين في نفس المنطقة اللي أنتوا فيها ونفترض المنطقة هذه اللي هي منطقة الرياضة وكلكم تبغون تطلعون إلى الدمام نمثل الشخصين هذولي بشخصية رقم ألف وشخصية رقم بع شخصية رقم ألف نزل مع الدرج وشغل سيارته ووقف سيارته في مكان وركب مع راعي التكسي بعدين راح للمطار وخلاه يوديه للدمام الشخص الثاني نزل من الدرج وقف تكسي وقال لودني للدمام دايريكت هذا السيناريو البسيط هو مثال بسيط عشان بس تدخل معلومة في راسك سالم لاحظ أن خلف متبع نفس السيناريو حق الشخص اللي يلفله 100 طبعاً ما يقدر يقول لو يسأله هل أنت الشخص أبو لف المية اللي أنا فزت عليك فهذا الشي رح يعرض سالم للاختراق لأن في هذا العالم حرفياً لا تضمن خويك نهائياً قلمهم سالم وش سوى رجع شغل الجهاز حقه وتواصل مع كام عن طريق الاتصال داخل المجتمع هذا وقعد يسولف له عن الموقف اللي صار له قال له كام اسمع يا ماد تبغى أنصحك نصيحة نصيحتي لك انتبه بعد لف المية حتى صوتك لحد يسمعه وتكلم بس عن طريق نظام الشات قال له ما عليش يا ماد أنا يعرف أصلاً أول ما دخلت علي وقعدت تكلمني عرفت أنك شخص مرة طيب قال له كيف قال أنت شفت المخترقين هذولي الموجودين اللي رقمهم ما يقارب ألف ولا واحد منهم تقدر تسمع صوته يوم شفتك أنت تطلب الاتصال عشان تبغى تكلمني وتقول أن هذه الطريقة هي أسرع للتواصل عرفت أنك شخص طيب ومسالم عشان كذا أنا أثق فيك قلمهم مرت الأيام يا جماعة الخير ومرت الشهور وسالم قاعد يشتغل على نفسه بشكل كبير وصار يدخل بعض التحديات الكبيرة وجمع فلوس مرة كثير خلال ثلاث شهور قدر يجمع مبلغ 15 ألف دولار يعتبر هذا المبلغ قوي مرة على شخص كان ما يملك شيء ولا عنده وظيفة سالم وصل إلى لفل 300 مع التحديات الأشياء ذي قدر يوصل إلى لفل 300 ويبغى يقفز قفزة كبيرة عشان يوصل إلى لفل 600 أو 700 وقرر يدخل في هذا التحدي وارسل للمشرف أنه يحتاج يتحدى شخص في لفل 600 أو 700 بعد يومين إلا تجي رسالة أن فيه شخص قبل يتحداه في تحداه الشخص هذا أبو لفل 700 فكان التحدي هذا يكون على أرض الواقع وشي حقيقي موجود في الحياة التحدي كان أنك تطفي كاميرات منزل أيوة ولكن مو أي منزل وخلاص تمام وتفقوا على اليوم الموعود وسالم قاعد يحاول يطور مستواه وجاء يا جماعة الخير اليوم هذا ويا ليتا ما جاء نهائيا دخل سالم التحدي ومعاه خوية كام كل واحد قاعد يساند الثاني ولكن يا جماعة خير مر وقت بسيط إلا سالم يقدر يطفي الكاميرات ويفوز على الشخص أبو لفل 700 أصلا سالم وكام كانوا مستخربين إن التحدي مر بسيط وشلون هذا التحدي محطوط كده كان عليها مبلغ 50 ألف دولار سالم يقول يا أخي حرام المبلغ هذا على تحدي بسيط رقى الآن هو لفل 700 أول ما رقى لفل 700 وخذ الفلوس والجائزة وبعدها بفترة بسيطة حدود يومين وثلاثة أيام إلا يجيه الاتصال على جواله ألو السلام عليكم عليكم السلام سالم أي نعم سالم معاك الشرطة وش صاير وش حاصل وش أنا مسوي سالم لازم تجينا الأقرب قسم يا أسرع وقت وحضورك إلزامي لو عندك أي شي تكنزله سالم خاف خض أغراضه كده وهم يتوتر ويشغل السيارة ويطلع على قسم الشرطة اللي يدخلون التوقيف يقفلون عليه الباب ويدخل عليه الشرطي وهم غطي وجهه يقفل سلام عليكم سالم كيف حالك طيب سالم يرد عليكم السلام إياك الله إي نعم أنا طيب وش الموضوع قال لا تسوي أنك ما تدري عن موضوع ولا تسوي أنك شخص مجنون ما تعرف سالم كل شي ثبت عليك سالم يقول أنا وش ثبت علي هو في المشتة ما قاعد يفكر إنه ما سوي شي خطير قال له سالم كل شي ثبت عليك وإنت مشارك في عملية قتل شلون أنا مشارك في عملية قتل كيف والله ما لي دخل وإنتوا شكلكم فهمين الموضوع غلط يلا الضابط ترى عملية القتل هذه مو موجودة عندنا في البلد عملية القتل هذه خارج البلد ولكن الانتربول هم اللي يتصلوا علينا وقال لازم يحضر سالم أنا ما لي دخل وإنا سويت أي شي قال بعلمك كيف ما لك دخل بعد يومين رح تيجي طيارة وتأخذك الطيارة هذه وتوديك إلى قسم التحقيق وراح تعرف جريمتك اللي سويتها بالضبط سالم هنا تضعثرت كل وراقة وحرفيا انتهت فيها الحياة من شي ما يدري وش هو وما يدري وش سوى بالضبط ما يدري من الشخص اللي يلفق للتهمة هذه حرفيا بعد يومين جت الطيارة وخذوا سالم العسكر وركبوا الطيارة وراح للبلد هذه عشان يتحاسب فيها نزل اللي المحاقة يجي سالم اي نعم سالم تعال حياك يقدع الكرسي سالم سلام يلا سالم خلصي الموضوع من الان سالم انت قبل فترة طفيت كاميرات منزل بعد ما طفيت كاميرات المنزل هذه جت عملية اغتيال يعني التحدي لي كان جوه المجتمع ولي جاب الجريمة هذه لي هذا الكلام كله يدور في راس سالم عملية الاغتيال هذه اكيد انها مدبرة منك وانت عضو من هذه العصابة ابغاك الان تعلمني من الاشخاص اللي شاركوا في عملية الاغتيال هذه ولا راح يحكم عليك انت يا ولد شلون صاير اي نعم يا سالم شاكل عن للي مفاهم يا جماعة الخير ويش سووا في التحدي هذا ابو لفل سبعمية عشان ما يتوهق اهو في الاختراق هذا اخلي هذا ابو لفل ثلاثمية اللي بغي ياخذ لفل سبعمية يطف الكاميرات بعد ما يطف الكاميرات اقول ميد العصابة يلا ادخلوا سووا الاشياء اللي انتو تبغونها داخل المنزل ولما يبحثون من الشخص اللي طفه كاميرات المراقبة يحصلون سالم هو اللي طفها وهو ما لدخل كان في تحدي عادي المهم سالم يبغي يشرح العساكر هذولي ويقول لهم انه ترى والله العظيم ما لي يدخل نهائيا ومو انا اللي طفيت الكاميرات واتمنى انكم تركزون شوي لان والله العظيم ما لي يدخل نهائيا بعد يوم يومين ثلاثة ايام قرر سالم انه يعترف عن التحدي والمجتمع اللي هو فيه وكان يقول لهم اسلوب المجتمع وان فيه عصابات وان فيه ناس قالوا لا طيب يلا ورنا المجتمع اللي تتكلم عنه هذا قال لهم جبولي كمبيوتر جبولي الكمبيوتر جبولي الكمبيوتر جمعت الخير ويدخل على اليوتيوب ويبحث ويبحث عن المقطع اللي قد شافه قبل عشان يدخلوا مع رابط المجتمع ويحصل اجماعة الخير الرابط مختفي نهائيا والمقطع ما هو موجود قال لهم سالم والله العظيم ان كان فيه هنا مقطع ورابط تدخلوا ويدخلك المجتمع ولكن الان ما ادري وان راح صادق انت تكذب علينا انت وش الكلام الفارغ اللي هذا تقوله يعني سبحان الله ما انحذف اليوم جينا حنا نبحث عنه قال تبون تصدقوني خلوني اروح اجيب الكمبيوتر حقي من البيت يعني ارجعك لبيتك اللي يبعد عننا بالطيارة ساعات طويلة عشان تجيب الجهاز حقك ارسل شخص يرسله لنا يا خاس اعطوني جوال اعطوه جوال اجماعة الخير عشان يتواصل مع احد في بلده وكلم مين كلم خلف وقال الخلف اسمع بغاك تروح لبيتنا ولكن تراني انا قايا الميد امي اني انا مسافر مع اخوياي وبرجع خلال شهر لا تقول لها اي شي وانا بعلمك بعدين وشو الموضوع لان ابغاك بس يجيب الجهاز حقي عندي يطلع خلف من بيتهم يروح بيت سالم وياخذ الجهاز حقه ويشحن له للولاية اللي هو عايش فيها بعد ثلاث ايام من الشحن الا يوصل للجهاز عندهم ياخذ الجهاز سالم ويفتحه يفتحه ويدخل على المجتمعات اللي عنده وما يحصل المجتمع اللي كان فيه نهائيا وحصل انه محذوف ولا فيه شي يثبت ان فيه مجتمع بنفس الاسلوب هذا هنا سالم ما يقدر يثبت للشرطة انه هو شخص بريء وجاه شك ان خلف ورا الموضوع هذا لانه هو الشخص الوحيد اللي يمسك جهازه ولكن يقول خلف خوي واستحيل يوصل للدناء هذي ويسوي فيني شي ذا يوم وراء مكذبوا زيادة وسجنوه فترة ما يقارب اسبوعين وبعد اسبوعين طلب منهم ان يسوي اتصال والاتصال هذا ممكن هو الاتصال الاخير اللي يقدر يسويه قرر يتصل على خلف ويعلم الموضوع من الى واتصل على الخلف السلام عليكم خلف كيف حالك طيب خلف حب اقول لك شي ولكن خلف خلك معاي صادق خلف انا دخلت في مجتمع والمجتمع هذا كان فيه تحديات من احد التحديات هذه ان يقفل احد منازل برا الولايات اللي انا عايش فيها وقفلت كاميرات المنزل ولكن بعد اسبوع الاحظ اني انا تورط في عملية اغتيال داخل هذا المنزل خلف يوم جيت اثبت لحكومة ان فيه مجتمع بنفس الاسلوب هذا حصلت المجتمع هذا محذور خلف اتمنى تساعدني وتكون معاي صادق لاني انا تعبت مرة وما لي الا انت لا اخفيك اني انا في البداية خلف شكيت فيك وقلت ممكن خلف ولي حذفني من المجتمع ولكن بعد تفكير يتوش فايدة خلف اني يسوي هذا الشي ويضرني انا خلف صديقي وخوي واخوي اخوي اللي ما جابتها امي ولا ابوي اخوي اللي كنت اقعد معاه الفترات طويلة خلف قال سالم والله لا ساعدك باذن الله اني اطلع اكبري ولكن عطني الحساب حقك والباسورد حقك وانا عرفت وش المنتدى اللي انت تكلم عنه ولكن ما يصير خاطرك الا طيب لا تشيرهم قفل المكالمة سالم من خلف وفي حالة حرفيا يرثى لها ظلم من اشياء ما لا ادخل فيها وحسنها في طريق النهاية وينتظر خلف يسوي شي انا خلف يا جماعة الخير اول ما اكلمني سالم وقال لي موضوعه لا اخفيكم كاني خوف غير طبيعي وربكة من امري خوي وصديقي من ايام الطفولة دخل في مشكلة ما في احد رح يسعد واتذكرت حياتها داخل بيتهم واتذكرت حال امه وابوه واتذكرت ان حالتهم يرثى لها قلت لازم اوقف مع سالم اول شي سويته اروح اجتمع انا واخويهاي اللي كنت اعرفهم من ايام الثنوي ووربينا سوا وتعلمنا سوا طبعا ما اقصد اخويهاي اللي كانوا معاي في المدرسة اجصد اخويهاي الاكترونيين اللي كنا نتعلم في كل وقت فاضي نجلسه سوا دخلت عليهم سلام عليكم عليكم السلام كيف حالكم طيبين جماعة الخير عندي موضوع لازم اعلمكم اياه وصرت اشرح لهم الموضوع وقلهم في واحد من اخويهاي دخل في مشكلة بسبب المجتمع الفلاني وهذا المجتمع استغربت اصلا انخويه هذا داخله وما قال لي ويوم قلت هذا الموضوع لاخويهاي وعلمتهم قالوا كيف قدر يدخل ذاك المجتمع ومعروف بالحالات الاجرامية اللي فيه والله يكون في عونة وان شاء الله راح نسوي لي نقدر عليه واول شي جاف راسي قلت لازم اخذ الايميل والباسورد حق سالم وروح اتأكد انا من المنتدى هذا المهم بحث عن هذا المجتمع لين حصلته اول ما حصلت المجتمع على طول دخلت الايميل والباسورد حق سالم اللي اخذته مننا قبل فترة وقعدت ابحثي جماعة الخير عن الرسائل في الخاص والتحديات وحصلت رسائل كثيرة لسالم داخل المنتدى كنت اراقبها رسالة رسالة وابحث عن شي يثبت ان سالم اللي سواه ما لا دخل فيه وكان تحدي بسيط عشان يشلون عنه تهمة الاغتيال هذه ويبقى عليه تهمة مزاولة النشاطات الممنوعة يعني كان هدفي من البحث داخل الموقع اني بس اخفف عليه العقاب بدال ما ينسجن مؤبد ينسجن 4-5 سنوات ويطلع قعدت ابحث قعدت ابحث وحصل سالم يتواصل مع واحد اسمه كام وتواصله كان بشكل كبير معاه ودخلت على كام في الخاص ورسلت له السلام عليكم وانتظر يرد علي مر اليوم الاول اليوم الثاني بعد ثلاث ايام الا صار حسابه متصل ورد علي اهلا اهلا ماد يوم قال ماد عرفت الان انسالم اسمه ماد داخل المجتمع ذاق وما قال ماد احد اسمه الحقيقي وعرفت ان اللي تدخل في هذه الجريمة اللي هم الانتربول اللي هي الشرطة الدولية على العالم فقدروا يحددون مكانه قعدت تواصل مع كام وقلت لاني انا ماني ماد انا صديق ماد ولكن ماد في مشكلة كبيرة والمشكلة هذه دخلت ماد في جريمة اغتيال وانا مطالب اني اطلع خويه من هذه الجريمة كام تفهم الموقف هذا وقال لي خني اتصل عليك قلت له تمام انا في انتظارك اتصل علي في اي وقت ما قعدت ولا ابو عشر او خمس دقايق الا ما اتصل عليك كام من صوته عمره له بصغير ولاه بكبير وحس عمره بين التسعتاش والواحد وعشرين وعمره بالنسبة لي يعتبر صغير حولت استنتج منه واعرف وش صار اصلا كام كان يعرف عن تحدي لفل السبعمية اللي كان موجود فيه ماد وقاعد يشرح لي قال اسمع ماد دخل في تحدي والتحدي هذا رح يرفع الى لفل السبعمية وراح يخليه يدخل فلوس اكثر واكثر والطلبات كانت رح تزود عليه وراح يدخل مبالغ مرة كبيرة ولكن اتوقع الشخص اللي تعامل معاه كان شخص عنده نية خبيثة لان تحديات لفل السبعمية وطالع لازم تكون على ارض الواقع وممكن ماد ما شفر الاي بي او الموقع حقه عشان كذا هم قدروا يجيبونا ولكن قال اللي شف فيه شخص وحيد رح يحللك هذا الموضوع وراح ينهيلك اياه من جذورة ولكن مشكلته ما رح يوافق الا بعد ما يثق فيك ثقة عميات قال له منه قال له شف الترتيب فيه شخص اللي هو النمبر 2 اللي هي منظمة الابي تي 28 اللي يسمونها الدب الفاخر هذول استهدافاتهم استهدافات عسكرية وترى اللي في التوب تو ماهو شخص روسي لا تخاط ممكن يكون من شدة انواع الدول ولكن ترى هذا الشخص رح يفيدنا بشكل كبير قلت له انا خلاص اوكي ما عندك مشكلة ولكن كيف اتواصل معاه قال له بمن انت عندك حساب ماد اللي لفلة 700 يبغالك تخلص كذا تحدي وترقى لين لفلة 900 وتصير تقدر تتخاطب معاه لان هذاك لفلة 999 والنمبر 1 اللي هو حق كوريا الشمالية قعدنا نبحث اجماعة الخير عن 1 لفلة 900 و1 902 عشان نتحداه وانا قاعدين نبحث في القائمة نبحث في القائمة حصلنا ناس واجد الصد وفي ناس منهم كانوا عربيين وكنت ارسلهم الكل يرفض ما حد يبغي يتحداني لان المبلغ اللي عند ماد مبلغ بسيط مبلغ 50 الف دولار الشي هذا مو مغريه انه يدخل معاي بتحدي وصير ابدل بين لفلي واللفل حقه قعدنا الراسل ناس كثير قال لي كام عشان يقبلون فيك لازم اتجمع فلوس وتخلص تحديات كثيرة يثل اخلص تحديات اخلص تحديات وادخل اجماعة الخير على المهام واصير اخلص بعض المهام اللي يطلبونها وبعض المهام حرفيا كانت صعبة وبعض المهام كانت مخيفة ولكن كل هذا عشان اقدر اطلع سالم خويه من السجن اخلت في هذه التحديات تحدي بتحدي لين قدرت اجماعة الخير ارفع المبلغ الى 150 الف دولار والمبلغ هذا قال لي كام انه شي مغري فالان جا الوقت اللي اطلب فيه اني اتحدى ناس لفل التسعمية عشان اقدر اتواصل مع الشخص هذا اللي راح يفيدني وراح يخفف عقوبة سالم وارسلت يا جماعة الخير داخل هذا الموقع هل فيه شخص من لفل التسعمية يبغى يتحداني وحصل في التنبيهات فيه طلبين شخصين يبغون يتحدوني على الفلوس اللي معاي واذا فزت عليهم راح اخذ اللفل حقهم ولكن اذا اخسرت حرفيا راح اخسر كل شي ورحت على طول تواصلت مع كام كام حصلت شخصين ولكن ما ادري واشه سلوب التحدي اللي راح يكون في لفل التسعمية بما انه لفل التسعمية اكيد الموضوع راح يكون فيه سرقة والسرقة هذي مو سرقة فلوس السرقة هذي سرقة معلومات والمعلومات هذي ممكن تكون معلومات حساسة يوم قال الكلام هذا بيني وبينكم خفت يستلا يكون بيحطوني فيه نفس الموقف اللي صار فيه سالم ويحطوني جنبه في السجن قلت للمعلومات هذي ممكن تكون نفس ايش بالضبط قال ممكن يطلبون منك معلومات مستشفيات ممكن يطلبون منك معلومات عسكرية انتو حظك بس تراك انت راح تكون بين الخيارين هذي يا معلومات مخصصة لمستشفيات يا معلومات مخصصة لامور عسكرية الموم حدد الموقع الوقت اللي راح ادخل فيه هنا التحدي ضد الناس هذولي وعشان اوصل للفل التسعمية وبعدها اروح اكلم النمبر تو في هذا المجتمع وحدد اليوم وقعدت اتمرن بشكل مكثف عشان اقدر افوز في هذا التحدي بما ان كام قال لي انه يا شيين يا راح يكون عسكري او راح يكون حق مستشفيات صرت اجرب على المواقع اللي عندي وحاول اخترقها واسحب معلوماتها وجاي جمعة الخير اليوم الموعود اليوم اللي اكون فيه او لا اكون اليوم اللي راح ينصف حياة سالم وينصف حياتي يا انسجن مع سالم يا اطلع سالم من هذه المشكلة ودخلت لهذا التحدي وانا خايف ومتحمس لما يكون الموضوع مربوط بشخص عزيز عليك بتحس انك مسؤول نجاحك من نجاحه وخسارتك من خسارته ودخل ذات تحدي قل له تيك 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 يا جمعة الخير واسحب المعلومات كلها واضغط على زر الانهاء وافوز على الشخص اللي ضدي وانصدموا كيف قدر يسحب المعلومات لحقة المستشفى هذه وبوقت وجيز وبسرعة فالان اسم ماد قاعد يرتفع ولكن لا اخفيكم انا كنت افضل من سالم بشكل كبير لاني انا اقدم منه واخالط ناس كلهم في هذا المجال بعكس سالم قل مهم يا جمعة الخير واخذ لفل التسعمية وعلى طول اروح اتواصل مع كام تاك 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 كام تعال انا جبت لفل التسعمية ومدري ايش الان ابغى تواصل مع APT28 ويرسل الرسالة في خمس ثواني اللي اطرق ويرد علي اول ما رد عليها انأني على دخول لفل التسعمية كأنه حرفيا قاعد ينتظرني قل مهم بارك لي وشكرته وشكرا انك قاعد تبارك لي انا ابغاك في موضوع ولكن انا اعرف انك ما تثق في اي شخص ولكن انا جايك ترى انا انسان صادق قال لي خلاص تعال في محادثة خاصة محد يقدر يطلع عليها داخل المنتدى او داخل المجتمع رح ارسلك رابط لا تخاف الرابط ما في شي ولكن الرابط هذا رح يربط بيني وبينك موقع نقدر نتكلم فيه بدون ما حد يرجع لنا وتكون الرسائل اللي داخله مشفرة اول ما قال لي موضوع ذا بيني وبينكم خفت شوي ارسل الرابط توترت ادخل ولا ما ادخل ادخل ولا ما ادخل وتوكلت على الله وادخلت على الرابط وصرت اشرح للموضوع من الى الموضوع صار كذا 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 وانا قاعد اشرح للموضوع وانسا لم توهق في موضوع انه مال ندخل فيه وانا احتاج اني اطلع وش تشوف الطريقة المناسبة قال اول شي وش يثبت لي انك انت منت من الشرطة انت ممكن جاي تبغى تلعب علي وتستدرجني بعدين يصيدونني عشان كذا انا جبتك في هذه المحادثة اللي راح تكون مشفرة بعد ما تطلع راح ينحذف كل شي قلت له طيب وش الاشياء اللي يسويها لك وتثبت اني انا شخص صادق ماني قاعد اكذب عليك او الف ودور قال لي زين انت قبله شوي فزت بجائزة والجائزة هذه كانت سبعين الف دولار وصار معاك ميتين وعشرين الف دولار داخل حسابك والمبلغ هذا اللي معاك راح يكون مغري لاي شخص تتحداه فانا ابغى منك طلب وحيد اذا سويتها لي انا راح علمك وش الطريقة اللي راح تطلع فيها خويك وتبرأه قال لي وش الطريقة قال لي الشخص اللي تحتي في اللفل ابغاك تتحدى انت وياه عشان اكون انا بعيد عنه في النقاط وهو قاعد يقرب لمي قال لي ما عندك مشكلة قال لي ابغى الشخص اللي تحتي في اللفل ابغاك تتحداه هو قريب لمي في النقاط قال لي ما عندك مشكلة قال يلا الآن أطلب تحدي إنتي إياه وشرح لي على طوله سلوب التحدي قال سلوب التحدي طرح يكون عسكري وأدخلني إياه بتحدي بطقاق قدرت أفوز عليه المنفزت عليه وأقنعت الـ ABT28 أني أنا شخص مسالم وأني والله العظيم أبغى أنقذ خويه سالم وقرر أخيرا جماعة الخير أن يساعدني وعلمني الطريقة بالضبط طلب مني بعض المعلومات قال لي من الشخص اللي تحدى سالم رح تكلمت كام وجبت لأمنه الشخص اللي تحدى سالم ودخله في هذه التهمة وحاول أنه يخترقه ويطلع معلوماته طلع معلوماته وطلع وين يتحرك وين ما كانه بالضبط الشخص اللي يوهق سالم فقرر أنه يهدده قال لي اسمع أنا الآن بهدده لك وبنحاول نسحب منه معلومات ونشوف مني طلب منه العمل هذا وأرسله رسالة وكانت رسالة التهديد لو ما تسلم نفسك رح أنهي حياة كل عائلتك طبعا الشخص هذاك رح يخاف ليه لأن الرسالة هذه جتها على أرض الواقع وهذا الشخص قرر أنه يعترف للحكومة أنه هو المسؤول وبهذا الشي يخففون العقوبات على سالم وبهذه الحالة يا جماعة الخير أنقذت سالم من المشكلة اللي طاح فيها وانحكم عليه لمدة ثلاث سنوات أخذت الورقة المخصصة حق حكم سالم ورحت يا جماعة خير وسافرت للدولة اللي مسجوم فيها سالم ولين وصلت عنده في السجن ووريته القرار حقه وكان القرار سجن لمدة ثلاث سنوات ولكن طلعوه بعد سنة ونص لأن كان سلوكه في السجن ممتاز هذا اليوم اللي أستقبل فيه سالم من السجن ورجع البيت عند أهله وأمه وأول ما قابلته وحضنته عند الباب قال لي كلمة ما أنساه في إذني قال لي رب أخن لم تلده أمك